قال وزير الخارجية الفرنسية جون مارك ايرولت إن المخابرات الفرنسية حصلت على عينات تثبت بما لا يدع مجالا للشك أن قوات موالية للنظام السوري نفذت الهجوم الكيميائية على الشمال السوري في الرابع من أبريل نيسان الماضي وقال ايرولت إن بلاده رصدت ستة غارات نفذتها طائرة سخوي 22 تابعة للحكومة السورية على خانشيخون يوم الهجوم وأضاف نقلا عن تقرير في هذا الشأن أن العينات التي أخذت من خانشيخون تطابق تلك المستخدمة في معامل سوريا وأوضح أن الفصائل المسلحة ليست لديها القدرات العسكرية على تنفيذ هجوما بغاز السارين السام